اشتركوا في القناة من قناة حضر موت الفضائية في المكلة والبداية نستهلها بأبرز العناوين رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل المضعوث الأمريكي ويؤكد تضامنا ودعم اليمن الكامل لنضال الشعب الفلسطيني بلادنا تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة تنديدا بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة رسائل تضامن من حضر موت إلى الشعب الفلسطيني مركز الإنذار المبكر بمحافظة حضر موت ينبه الصيادين ومرتادي البحر بأخذ أقصى التدابير تجنبا لآثار الطراب وهيجان البحر ومن العناوين إلى التفاصيل حياكم الله استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية تيموثي لندر كنغ والسفير الأمريكي ستيفن فيجنا وأجدد الرئيس العليمي إدانة اليمن لجرائم الحرب التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين التي أودت بحياة المئات بينهم أطفال وجرح بالقصف الإسرائيلي المروع على المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تضامن ودعم اليمن الكامل لنظام الشعب لنضال الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن نفسه وإقامة دولته المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبحث اللقاء مستجدات الوضع اليمني وجهود الوساطة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل تجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية على أساس المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية كما تطرق اللقاء إلى الإصلاحات الحكومية والدعم الدولي المطلوب لتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية أعربت بلادنا عن إدانتها الشديدة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة وأكدت وزارة الخارجية أن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمستشفى الأهلي المعمداني والذي أسفر عن سقوط المئات من الضحايا الأبرياء جريمة ضد الإنسانية يجب أن يعاقب مرتكبوها داعيتنا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والضغط على دولة الاحتلال للوقف الفوري لإطلاق النار وسياسة العقاب الجماعي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت مساء الثلاثة مجزرة جديدة أسفرت عن سقوط أكثر من خمسمائة شهيد وإصابة المئات من الفلسطينيين بعد قصفها المستشفى الأهلي العربي المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليها بعد أن دمرت منازلهم وبحثوا عن مكان آمن عمت موجة تضامن شعبي ورسمي واسعة مدن حضر موت مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومنذ اندلاع الحرب على القطاع تفاعل أبناء حضر موت من خلال الخروج في مظاهرات عدة مؤيدة للفلسطينيين قناة حضر موت استعرضت بعضا من غضب الشارع الحضرمي تنديدا بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة من حضر موت إلى فلسطين نحن نساء رجالا أطفالا ندعي في كل لحظة وبقلوبنا وبكل صلاة أن ربي ينصرهم على الأعداء على الصهيون على إسرائيل الشعب الفلسطيني من أطفالهم إلى رجالهم ونسائهم هذا الشعب لم أرى مثله في الوجود من قوة من عزيمة من إرادة لكي تحقيق أو استرجاع دولتهم وهي دولة فلسطين ستبقى القدس عاصمة لفلسطين وليس لإسرائيل نتمنى من العرب أنهم يهتموا في موضوع قدل فلسطينيين لأنني قضية إسلام وقضية شرف وقضية رسالة للمجتمع كله أنا الآن متخاذرين الوضع كله كامل لا عرب تحركوا ولا فتحوا الممرات فأنا أتمنى أنهم من الشعب العربية أننا تكون أكثر اهتمام للقضية لأننا قضيتنا قضية إسلام قضية دين والله قلوبنا معكم وأتمنى أنه ربي إن شاء الله ينصركم ويحر لبلدكم إن شاء الله وأتمنى من الدول الخارجية يعني تكون توقف معكم وتساندكم ونحن بدعي لكم من كل قلبنا أنه ربي ينصركم إن شاء الله الجرائم والله اللي نشوفها هي تثير القلب وتحزن الواحد وتقهل الواحد بالصراحة يعني في أخوان المسلمين وهذه يعني شعور لا يوصف الواحد يعني نقدر نوصفه يعني من كدر الجرائم اللي تحصل في فلسطين موقع تصاصل شماعي كله عن القضية الفلسطينية يعني أطفال يموتون كبار صغار كلهم يعني يعني شكل تحس ما حد يرضى يشوف المناظر دي والواحد كده عنده ضمير عنده إنسانية فما يقدر يشوف المناظر دي الشعب الفلسطيني مقاوم مكافح وقوي فما في شيء يقدر يهزمهم وبيتمون نفس على إرادتهم إنهم بيحررون فلسطين التقى محافظ حضرموت مبخوت بن ماظب المكلة كبير الاستشاريين الفنيين ومدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بعدا الدكتور وليد صالح وتطرق اللقاء إلى التحضيرات لتدشين مشروع تقييم دراسة خط الأساس بوادي حجر الممول من السفارة الهولندية والذي سيبدأ مطلع العام القادم ويتضمن بناء حواجز مائية وصيانة السدود وشبكات وقنوات الري والبيوت المحمية ومشاريع استثمارية مشتركة مع القطاع الخاص لإقامة مصانع في مجال حفظ وتغليف التمور ومشاريع ذات ارتباط بالقطاع الزراعي وأكد مدير مكتب منظمة الفاو أهمية المشروع الذي يعد بداية لمشاريع جديدة ذات جدوى بل ذات جدوى اقتصادية واستدامة للاستغلال الأمثل للمياه الجوفية والأراضي الزراعية الخصبة في إطار التدخلات التي ستشمل مديريات وادي حجر بروم ميفع يبعث وأكد محافظ حضرموت أهمية الشراكة مع الاستثمار المحلي في قامة مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتأهيل أبناء المناطق المستهدفة والاهتمام بزراعة القمح وتوفير أنظمة الطاقة الشمسية مؤكداً همية المشروع ومكوناته التي ستحدث نقلة لوادي حجر والمديريات الغربية نقش محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بالمكلة مع عدد من رجال الأعمال جهود تمكين القطاع الخاص للاستثمار والمساهمة في عملية التنمية وبحث المحافظ خلال لقائه عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت رئيس مجلس إدارة مجموعة العمقي للتجارة والاستثمار الشيخ سعيد صالح العمقي ونايب رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد صالح العمقي ورئيس مجلس إدارة بنك حضرموت الشيخ سعيد سالم بن قربان ونائب رئيس مجلس إدارة البنك مراد بن دحدح سبل الدفع بمشاريع للقطاع الخاص تسهم في عملية التنمية وتعمل على توفير فرص عمل للشباب ودعم فرص استغلال الأجواء المناسبة للاستثمار بفضل حالة الأمن المستقرة ودعم السلطة المحلية للمستثمرين الجادين إلى استثمار الفرص المتاحة وتعزيز التنافسية الاقتصادية نبه مركز الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت جميع الصيادين ومرتادي البحر في شرق مياه بلادنا الإقليمية وعرخبير سقطرة وشمال بحر العرب والصومال بالتريث في الإبحار أو السفر خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة إلى يوم الثلاثاء القادم للتأكد من سلامة حركة الملاحة البحرية نتيجة تأثيرات محتملة لحالة مدارية متوقع تعمقها بدرجة عاصفة إعصارية ابتداء من مطلع الأسبوع القادم وقال مركز الإنذار أنه يتابع تطورات الحالة المدارية المتوقع تعمقها في وسط وشمال بحر العرب خلال الفترة الممتدة من التاسع عشر إلى الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري وأشار المركز إلى أن آخر خرائط التنبؤات العددية الصادرة عن المركز وتحاليل الرصد السطحية أوضحت تشكل منطقة ضغط منخفض في جنوب وسط بحر العرب ومن المتوقع تعمقها إلى منخفض مداري خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة باتجاه وسط بحر العرب وتبقى احتمالية تعمقها لعاصفة إعصارية مطلع الأسبوع القادم تحت المتابعة منوهن المواطنين كافة إلى متابعة النشرات الجوية والبحرية خلال الفترة القادمة بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي وصحرى عامر العامر مع شركة تيكروتس فرص توسيع استخدام الطاقة البديلة لتوليد الطاقة الكهربائية بوادي وصحرى حضرموت وسمع وكيل المحافظة من رئيس الشركة المهندس أحمد بعبود إلى شرح مفصل عن الدراسات والمقترحات التي تعمل عليها الشركة للإسهام في التسهيل على المواطنين لشراء وتركيب منظومات الطاقة الشمسية وأشهد وكيل المحافظة بمبادرة الشركة التي تعكس المشاركة الفاعلة من قبل القطاع الخاص في معالجة القضايا التنموية للمجتمع مشيرا إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي العام بأهمية استخدام الطاقة البديلة ناقش لقاء بالمكلة جمع المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي ورئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد خنبش أوجه التعاون والتنسيق المشتركين وأشار العميد المنهالي إلى همية الجانب الأكاديمي في وضع الاستراتيجيات الأمنية الهادفة إلى رفع قدرات الأجهزة الأمنية وتأهيل منتسبيها لافتا إلى ضرورة تعزيز العلاقة العلمية والمعرفية بين الجامعة وإدارة الأمن والشرطة بما يسهم في تعزيز قدرات منتسبي الأمن العام وتوعية أفراد المجتمع من جانبه أكد الدكتور خنبش ضرورة المضي قدما في العمل المشترك لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات بين الجانبين والعمل لمساندة جهود رجال الأمن من خلال عقد الدورات التدريبية التي يحتاجها منتسبو الأمن والشرطة وتثقيف أفراد المجتمع بالأدوار الكبيرة التي يبدلها رجال الأمن لحفظ الأمن والاستقرار دشنا محافظ محافظة شبو عوض بن الوزير ومعه وكيل وزارة الثقافة لقطاع الفنون الشعبية والمسرح نجيب ثابت فعاليات المهرجان السنوية الرابع للتراث والفنون بالمحافظة وافتتح المحافظ بن الوزير أركان وأجنحة المهرجان التي تضم جناحا لقرية تراثية شبوانية ومعارض للموروث الشعبي والصور الفوتوغرافية والكتب والفنون التشكيلية والمنتجات والحرف اليدوية والمأكلات الشعبية وغيرها من صور الموروث الشعبي الزاخر بالمحافظة وتخلل حفل التدشين عروض فنية قدمتها الفرق الفنية التابعة لمكتب الثقافة بالمحافظة شملت الأهازيج والزوامل والرقصات الشعبية المعبرة عن الموروث الثقافي وعروضا معبرة عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرض له من قتل وتدمير وتهجير على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي ورياضيا حقق تضامن حضر موتى فوزه الأول في الدور اليمني وذلك على حساب اتحاد إب بنتيجة هدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى التي تقام مبارياتها في صنعاء ودخل الأزرق اللقاء وعينه على الفوز للدخول للمنافسة في الدور بعد المباراة الأولى التي خسرها بهدفين مقابل هدف أمام جاره سمعون الشحر وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أحمد بحاج في الدقيقة الرابعة والخمسين من عمر المباراة ويلعب اتحاد إب مباراته المقبلة أمام سمعون يوم السبت أما التضامن فسيواجه هلال الحديدة يوم الأربعاء المقبل وختام النشرة إليكم التذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء رئيس مجلس القيادة الرئاسية يستقبل المبعوث الأمريكي ويؤكد تضامن ودعم اليمن الكامل لنضال الشعب الفلسطيني بلادنا تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة تنديدا بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة رسائل تضامن من حضر موت إلى الشعب الفلسطيني مركز الإنذار المبكر بمحافظة حضر موت ينبه الصيادين ومرتادي البحر بأخذ أقصى التنابير تجنبا لآثار الطراب وهيجان البحر وفي ختام هذه النشرة مشاهدنا الكرام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل وللمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي آت حضر موت تيفي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر